من مختارع التلفاز أو من هو الذي اخترع التلفاز مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي وعبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة والتي أردنا توضيح من هو الشخص الذي قام باختراع التلفاز يعتبر أعزائي فيلو فارنسورث هو مخترع أول تلفاز في العالم والذي ولد في عام 1906 في جنوب غربي ولاية يوتا والذي توفي عام 1971 ميلادي عند دخوله المدرسة الثانوية كان قد حول معظم الأجهزة المنزلية لدى أسرته إلى أجهزة تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية وقد كان مهتما اهتماما كبيرا جدا بالأجهزة الجديدة في عصره كبعض الهواتف التي انتشرت في الوقت السابق وبعض الأمور التي سوف تساعد في التطور والتقدم